احمد داخل سخنة على طول حقيقة قزمة محمد الشناوي مع مرسل كولر بعد مباراة سان داون والحقيقة في بعض المباراة مباشرة ناس كتير ما تعرفش الكلام ده ان كولر اتكلم مع محمد الشناوي كان بيعنفه بعد المباراة طبعا لأكتر من سبب أول أسباب الشناوي تخانق مع ياسر إبراهيم بين الشوطين وكانت يعني وسط اللعيبة الأجواء كانت يعني مشتعلة جدا بين اللعيبة الشناوي كان المفروض ان هو يهد اللعيبة أو يلم المطش النادي الأهلي مطش مهم جدا كان لازم يلم اللعيبة لأ كولر لأ الشناوي بين الشوطين أصلا بيعنف ياسر إبراهيم وكان بيتكلم معاه الأجواء ما كانتش مساعدة يعني الشناوي المفروض كان يلم الفريق أكتر وعاوز أقول حاجة كمان الشناوي فيه أكتر من اللعب اشتاكة خلال الفترة اللي فاتت ان هو أصلا دايما بيسلم كولر للعيبة يعني مثلا بيسلم اللعيبة الكولر بيسلم اللعيبة الكولر أسف بيوجه لهم للعيبة بعد الأهداف لأ المفروض أصلا انت فيه انت كابتن الفريق المفروض بتدخل جوه القوضة تلم الدنيا بتتكلم مع مدير فني لأ بنشوف الشناوي دايما بيحمل اللعيبة كتير جدا بعد المباراة وده بيظهر في التلفزيون كولر الدائم من الشناوي كولر الدائم من الشناوي بعد المباراة عنفه وقال له ان انت مكنتش مركز وعاوز أقول لك كمان كولر ما اجتمعش باللعيبة الأساسية منذ نهاية المباراة يمكن اجتمع باللعيبة البودلة فقط وما اجتمعش لحد دلوقتي وأول لقاء بين كولر واللعيبة اللي شاركت بشكل أساسي في ساندونز هيكون بكرة يعني كولر ما عادش أصلا لحد دلوقتي مع اللعيبة الشؤال بقى هنا هل علي اللطف هو اللي هيلعبوا مباراة لقطنو لحد دلوقتي ما فيش لحد اللحظة اللي احنا فيها كولر ما عادش مع اللعيبة أصلا لسه ما خادش قرار رسمي بكرة التمرين يعني أول تمرين لللعيبة الأساسية كولر لسه هيقعد معاهم لسه ما خادش قرار رسمي طيب كولر ممكن يشوف علي لطفي الموضوع ده يعني لو بنتكلم بالمنطق لأنه ما فيش قرار رسمي زي ما بقولك لا علي لطفي مش هيلعب يعني لو علي لطفي لعب ماتش زي بتاع القطن أولا هيدمر الشناوي ثانيا هيدمر علي لطفي ممكن يكون عليه ضغط جديد ده ممكن منطق هناك منطق آخر المنطق الآخر أنه علي لطفي لو شارك في هذه المباراة ممكن يكون حالته المعنوية أفضل من محمد الشناوي اللي تعرض للضغوط الفترة اللي فاتت ممكن كولر ليشوفها أنها مش تدمين لمحمد الشناوي ولكن هو تخليص محمد الشناوي من بعض الضغوط فيحض إيد دي علي لطفي فهيقليها منطق ومنطق آخر طب أقول لك معلومة علي لطفي لحد دلوقتي الناس بتقول إنه علي لطفي ممكن يبدأ لحد دلوقتي مفيش يعني قرار رسمي ده أكيد علي لطفي لحد دلوقتي مفيش قرار رسمي من الجهاز الفني عظيم